كلها بالمناسبة اجتمع مع أحمد نبيل كوكا مرتين خلال تمرين الفريق واتكلم معاه كتير وواضح انه بيقول له انك هيبقى ليك دور في المباراة سواء بقى الدور ده كان اساسي سواء الدور ده كان في توقيت معين في المباراة بس سواء بيتكلم معاه انه هيبقى ليه دور في المباراة زي ما قلت لك انا من الناس الميالة انك أحمد نبيل كوكا يبدأ كباكليفت وكابت ان ده شايف انه كريم فؤادي يكمل كل وجهة نظر ولها اهميتها ولها نتائجها ولها ايجابيتها وبالتأكيد لها سلبية بس النابيل كوكا لما لاعب ناحية الشمال في بعض المباراة النادي القليل من 2021 على فكرة بيلعب ناحية الشمال لاعب بعض المباراة وباكرة 2223 يا موسيق بس قليلة مباراة قليلة بيلعب كباكليفت تصور انه لو نبيل كوكا جاهز ولاعب ناحية الشمال ممكن يبقى في يد من كريم فؤاد وهيبقى ليه كذا دور دفاعي وهجومي مهم جدا تحديدا الدفاع يعني اشتركوا في القناة